اهلا بحضركم من جديد وبين شرطي مبارات الاهل وسبورتنج في مرحلة الثانية من المرحلة النهائية لدور كرة اليد للسيدات والشوت الاول انتهى بتفوق سبورتنج ب12 مقابل 10 لفريق نادي الاهل طبعا النتيجة غير متوقعة واداء كلنا نتمنى يكون فيه افضل من كده لكن لسه فيه فرصة الشوت التاني لتعويض هذه النتيجة اللي ظهرت فيه الشوت الاول ويمكن فرص محققة تم اهدارها سلسة ضربات جزاء تم اهدارهم من اكثر من لاعبة عوما كل هذه التفاصيل عن ناقشة بالتأكيد مع ديوفي فيه لسوديو التحليل الكابتن ياسر صلاح والكابتن محمد عبدالله لكن ابدأ بالكابتن ياسر صلاح كابتن ياسر نتيجة يعني 12 عشرة لسبورتنج واكتر من ضربة جزاء مخضرة تعليقك على هذه النتيجة وهذا الاداء وإيه اللي يقدر الكابتن يحيا يعمله في الشوت التاني بصوا احنا في الشوت التاني اعتقد انه هيبقى فيه شكل تاني خالص الفرقة فرقة سبورتنج مش هتقدر تكمل الشكل اللي احنا شايفينه ده وانا فرقة سبورتنج فرقة مجهدة بماتش مبارح انا لعب ماتش مبارح جامد جدا انا مش هتقدر تقاوم او تدفاع الاهلي في الشوت التاني وهجومه انا عندي مشكلة بس احنا نضعين تلات دربات جزاء في الشوت الاولاني وما كنا مسرعين في الشوت الاولاني بالذات كان عندي اسراء اسراء السيد رايح الفست بريك كل الكورة اللي راحتها بسرعة جايبها هي داخل خمس كور جايبها اربع تجوان ملح بعد كده الملعب بدأ من جريش عندي برضو كانت دنيا سقر في بداية المباراة ما كانش فيه حد بيشوت ويقعدي لما خدت الاحساس بتاعت المباراة وبدأت اندمج مع اللعيبة راحت بسم الله ما شاء الله هي حطى من ست كور حطى انا اربع تجوان من بره ده شيء كويس واعتقد انها لازم في الشوت التانية تبقى موجودة تماما عندي سندوس مش في حالتها اعتقد ان في الشوت التانية هيبقى فيه شكل تاني حاجة لفرقة سبورتينج طيب قبل ما اروح لفرقة سبورتينج كابتن محمد عبدالله يعني عدم البدء بالتونسية سندوس من البداية شايفها يعني ده ده وجهة نظر ممكن يكون اختيار فن سليم خاصة انها لعبة محترفة لازم استفيد بيها المفروض كلاعيبة محترفة المفروض ابدأ بيها بس على حسب الحالة بتاعتها وعلى حسب اللي شايفه كابتن يحي ممكن يكون شايف حاجة احنا مش شايفينها تمام فممكن يكونش ما يكونش بدأ بيها لهذا الغرض يعني فممكن برضو يكون عادة على الاساس انه هو يخليها من بره عندها رؤية اكتر للملعب عشان تنزل تشوفها تعمل ايه فهو دوت ممكن اللي كان كابتن يحي بيفكر فيه بس هي ما نزلت ما كانتش موفقة في نزلت حوالي في الدايئة 12 او 13 في الفترة اللي هيلعبت فيها ما كانتش موفقة واقدرت ضرب الجزاء وفيه كورتين برضو تشاطوا على الجول برضو ما كانتش موفقة فيهم بس اللي انا شايفه في الملعب كله المفروض دي بقى فيه تجييرات في الشوت الثاني تجييرات على شكل الملعب في الشوت الثاني اعتقد ان هيبدأ بسندوس في الشوت الثاني وهتبدأ تلعب وتمسك الملعب اكتر من كده زايد ان اسراء كانت ماشية من بداية المغراءة كويس بدأنا لعبنا حوالي ثلاثة فاصل بريجرين على فريت سبورتينج في الأول طيب قبل ما ورحل الملعب كابتن ياس كنت أستو الحاجة على فريت سبورتينج كان ظهرت في الشوت الأول فريت سبورتينج عندي بس نورهان خالد دي تحالي 33 رايحة نشر كورة حتى تسع كور يعني كل لعب سبورتينج من نص الملعب أرجو كابتن ياحيا ان شاء الله يقدر يقف نص الملعب وكده هنستريع خالص لو قدر يوقف كابتن ياحيا نوران يمكن هي ممكن خمس سبعين في المية من قوة لعب سبورتينج خمس سبعين في المية من قوة لعب سبورتينج طيب خلاص الشوت الثاني خلاص على وشك البد نروح لمعلق المباراة وكل التوفيقى ربي في الشوت الثاني ويدر كابتن ياحيا يوسف يتدرك الموقف من النهاردة الانتصار والفوز مهم جدا على سبورتينج قبل اللقاء الأخير أمام فريق الشمس